اشتركوا في القناة وده يمكن بيرجع لسبب مفعولها ونتائجها وتركبتها المميزة في ترتيب البشرة فهارض لحضراتكو ريفيو عن منتجات تنظيف البشرة وكريمات الترتيب المجموعة اللي هارضها عبارة عن غسول تنظيف البشرة نوتروجينا هايدروبوست جيل كلينسر مايسيلر ووتر نوتروجينا هايدروبوست نوتروجينا هايدروبوست كلينسينج فيشل وايبز مناديل تنظيف الوجه من المكياج والشوائب ماسك ترتيب البشرة هايدروبوست هايدرو جيل ريكوفري ماسك كريم ترتيب البشرة الجافة نوتروجينا هايدروبوست جيل كريم كريم ترتيب البشرة الدهنية والمختلطة الميلة للدهنية والبشرة العادية نوتروجينا هايدروبوست ووتر جيل مستريزر وهبدأ بأول خطوات الروتيني اليومي لمنتجات نوتريجينا هيدروبوست وأول منتج معانا غسول تنظيف البشرة نوتريجينا هيدروبوست جيل كيلينسر ولو بتفكري في غسول سعره مناسب وبيحتوي على حمض الهيلرونيك فحيكون الغسول ده هو عبارة عن جيل خفيف بتركيبة مبتكرة من شركة نوتريجينا بتشتغل مع المية وبيساعد في تنظيف البشرة من الشوائب والمكياج بالإضافة لاحتواءه على عناصر ومواد مرتبة بتساعد في إنعاش البشرة غسول نوتريجينا هيدروبوست غسول مناسب لجميع أنواع البشرة بالأخص بنصح باستخدامه لأصحاب البشرة الجافة والبشرة العادية والجافة الحساسة ومفيد برضو لأصحاب البشرة المختلطة الميلة للجفاف غسول بمواد مرتبة ومن ضمن المواد دي هيدرولايزد هيلرونيك أسيد بيساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على الترطيب عن طريق إنه بيمد البشرة بالترطيب اللازم من ضمن المواد المرتبة برضو فيتامين إي واللي بيكون في صورة توكوفيرايل أسيتيت كمرطب ومضاد أكسادة بيحتوي كمان على جريسرين كمرطب أخيرا من ضمن تركيبة غسول نيتروجينا إنه بيحتوي على مقشر سيتريك أسيد واللي بيساعد في تأشير طبقة الجلد الخارجية بلطف طبعا الغسول ده تنظيف بدون ما يسبب جفاف بالبشرة غسول خالي من البرابن ومناسب للبشرة الحساسة ومش بيسبب انسداد بالمسامات نيتروجينا من الغسولات اللي بنصح بها جدا خاصة إنه غسول متوفر في كل البلاد العربية وسعره يعتبر في المتناول أو اقتصادي لما بنقرنه بمنتجات تانية أما بالنسبة لطريقة استخدامه فحتكون مرتين باليوم صباحا ومساءا كخطوة تنظيف للبشرة وده بيكون قبل البدء في منتجات العناية تاني منتج معانا وهو ماء الميسيلر نيتروجينا واللي حنستخدمه لتنظيف البشرة من المكياج والشوائب بعد استخدامك لغسول التنظيف من نيتروجينا الميسيلر ووتر مناسب أكتر للبشرة الجافة والجافة جدا والبشرة الجافة الحساسة البشرة العادية والبشرة المختلطة المائلة للجفاف برضو هيكون منتج مناسب بيحتوي على مواد لتنظيف البشرة تنظيف الدهون والشوائب من البشرة وتهيئتها قبل خطوة العناية واستخدام كريمات الترطيب من ضمن المواد الرئيسية بالميسيلر ووتر سوديوم هيالرونيت واللي بيساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة مقشر سيتريك أسد بيساعد في تأشير طبقة الجلد الخارجية وبالتالي تنظيف أكتر مع إعطاء نعومة مع مواد ترطيب البشرة اللي بيحتوي عليها الميسيلر نيتروجينا مايسيلر ووتر خالي من البرابن ومناسب للبشرة الحساسة هنستخدمه عن طريق قطعة قطنية بيتم تمريرها على البشرة الوجه والعينين لتنظيف البشرة بعد استخدامك للغسول مباشرة ويترك بدون شطف المنتج الثالث وهو منديل نيتروجينا هايدروبوست لتنظيف الوجه من المكياج والشوائب نيتروجينا هايدروبوست بتساعد في إزالة المكياج والمسكرة المقاومة للمية بالإضافة إنها بتحتوي على مواد بتساعد في ترطيب البشرة وإنعاشها تقدر تستخدميها كبديل للميسيلر ووتر في خطوة تنظيف البشرة وفي الحقيقة هي مناسبة أكتر للبشرة الجافة والجافة الحساسة والبشرة المخترطة الميلة للجفاف تركيبة مناديل نيتروجينا هايدروبوست عبارة عن هايدرولايزد هايدرونيك أسد للحفاظ على ترطيب البشرة كمان بيحتوي على مجموعة من المرتبات منها جوليسرين فيتامين إي واللي بيكون في صورة توكوفيرايل أسيتيت بالإضافة لمواد بتساعد في تنظيف البشرة من الشوائب والدهون المتراكمة بالبشرة أما بالنسبة لطريقة استخدام المناديل فبتكون مباشرة على البشرة بدون استخدامك للميسيلر ووتر وبعدها مباشرة بتبدأي في خطوة كريمات العناية نيتروجينا هايدروبوست هايدروجيل ريكوفري ماسك كناعة ترطيب الفائق من نيتروجينا في الحقيقة الماسك ده له فوايد كتيرة بضمه لخطوة تنظيف البشرة واللي هنقدر نستخدمه من مرة لمرتين بالإسبوع مناسب أكتر للبشرة الجافة البشرة الحساسة البشرة المختلطة الميلة للجفاف وفي الحقيقة كمان هو من زي أي قناع أو ماسك هتستخدميه لأنه قناع لترتيب مكسف للوجه من مواد الترتيب الفعالة بالماسك هيدرولايزد هيلرونيك أسد فيتامين إي واللي بيكون في صورة توكوفيرول بالإضافة لمستخلصات عشبية بتساعد في ترتيب مركز للبشرة من ضمن المستخلصات العشبية كوندراس كريسباس إكستراكت وده مستخلص من التحالب البحرية غني بالأحماض الأمينية والمعادن والبيبتدات والفيتامينات اللي بتساعد في ترتيب وتغذية البشرة بنصح باستخدام قناع هيدروبوست من نوتروجينا مرتين بالإسبوع بيترك على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم بيتم إزالته وأخيرا خطوة العناية باستخدام كريمات الترتيب اليومي هبدأ بالبشرة العادية إلى المختلطة هنستخدم نوتروجينا هيدروبوست ووتر جيل هو عبارة عن جيل لمائي سهل وسريع الامتصاص تركبته خفيفة ومناسبة للبشرة المختلطة الميلة للدهنية والبشرة المختلطة الحساسة عبارة عن منتج خالي من الزيوت أما بالنسبة للتركيبة بتاعته بيحتوي على سوديوم هيالرونيت للحفاظ على ترتيب البشرة دايميسوكون دايميسوكون كروز بوليمر واللي هو عبارة عن سيليكون بتركيزات بتساعد في حماية الميا الموجودة في الجلد من التبخر عن طريق أنه بيعمل طبقة عزلة فوق سطح الجلد علشان تمنع الميا من التبخر وبالتالي بيساعد في الترتيب الجل المائي ده زي ما ذكرت حيكون مناسب أكتر للبشرة المختلطة الميلة للدهنية والبشرة العادية حنستخدمه مرتين باليوم صباحا ومساءا بعد تنظيف البشرة بالغسول والميسيلر ووتر في الروتين اليومي بالنهار نقدر نستخدم بعده كريم واقي شمس مناسب قبل التعارض للشمس بنصف ساعة أما بالنسبة لكريم ترتيب البشرة الجافة نوتروجينا هايدروبوست جيل كريم كريم قوامه تقيل مناسب أكتر للبشرة الجافة والبشرة الجافة الحساسة بيتميز أنه خالي من العطور والزيوت وترتيبه فوري ومكسف للجلد من ضمن المواد الرئيسية سوديوم هايلرونيت للحفاظ على ترتيب البشرة دايميسيكون ودايميسيكون كروز بليمر واللي هو عبارة عن سيليكون بيحافظ على ترتيب البشرة عن طريق تكوين طبقة على سطح الجلد واللي هي بتمنع المية من التبخر وتركيزه في الجيل كريم للبشرة الجافة بيكون أعلى من الواتر جيل للبشرة المختلطة وبالنسبة لطريقة استخدام الجيل كريم من نوتروجينا هتكون مرتين باليوم صباحا ومساءا بعد خطوة تنظيف البشرة أما روتينيك اليومي من منتجات نوتروجينا هايدروبوست هيكون بالترتيب دا هنستخدم الغسول بعد ماء الميسيلر أو المناديل المبللة لتنظيف البشرة من الدهون والمكياج والشوائب بعد مباشرة كريم الترتيب سواء واتر جيل للبشرة المختلطة والعادية أو الجيل كريم للبشرة الجافة وآخر خطوة كريم واقي شمس قبل التعارض للشمس بنصف ساعة بالنهار أما القناع المرتب هنستخدمه فقط من مرة لمرتين بالإسبوع لترتيب مكسف للبشرة وفي الحقيقة منتجات نوتروجينا هايدروبوست سعرها مناسب في المتناول ومتوفرة في كل البلاد بالإضافة لإحتواءها واعتمادها على تركيبة مميزة لحمد الهيلرونيك في جميع منتجاتها وبنصح بها لو بتفكري في منتجات ومجموعة لترتيب يومي للبشرة وآخيرا بتمنى دعمكم لايك ومشاركة للفيديو على أوسع نطاق والاشتراك بالقناة تحياتي الدكتور صيدلي طارق محمد عبد الله